محافظة الشرقية وهذه قرية الصلحية في منطقة بحر البخر قرية صغيرة في ريفنا الهادئ الوديع تقطنها ثمانون أسرة يعمل أفرادها في الزراعة وفي منشآت هيئة استصلاح الأراضي وتمثل القرية حياتا في المصري في كل صورة في العمل حيث تتعاون المرأة والرجل على الإنتاج وفي الإن القيم الشريفة في الحياة وفي الزحف المتواصل نحو التقدم والنهوب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ونقل الدم لإنقاذ حياتهم لقد سجل رجال الصحافة العالمية هذه المأساة الوحشية واستنكر الضمير العالمي جريمة الصهيونية التي تقف وراءها وتساندها قوى الامبريالية عدوة الشعوب وأصبح واضحا للجميع نوع العدو الذي نواجهه قيمه وأساليبه وأهدافه الإجرامية إن شعب الجمهورية العربية المتحدة الذي لن ينسى أطفاله الأبرياء لا يزداد إيمانه بحكمية النضال وتصميمه على الانتصال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة